اقترح بيان صادر من المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية على ضوء الأجندة الأممية 2015-2030 والذي اختتمت أعماله مؤخرا في جمهورية تونس تحت رعاية يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وبتنظيم من حكومة تونس ومنظمة الأسرة العربية اقترح اختيار إمارة الشارقة عاصمة للأسرة العربية للعام 2020 نظرا لما تقوم به الشارقة من جهد سخي ودعم لا محدود للأسرة ولبرامج الأسرة ومؤسسات الأسرة العربية الفاعلة في الإمارة بدعم من حكومة الشارقة إلى جانب دعوة المنظمات الإقليمية والدولية وجامعات الدول العربية للمشاركة في القمة وأشهد سعادة جمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية خلال أعمال المؤتمر التحضيري لأعمال القمة المزمع عقتها في تونس خلال ديسمبر القادم أشهد بدعم حكومة تونس لمنظمة الأسرة العربية وبالدعم لا محدود الذي تلي حكومة الإمارات للأسرة العربية والمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات وجعلت منها الأولى في مجال دعم اللاجئين والإغاثة إغاثة اشتركوا في القناة